بسم الله أبو الأبن والروح القدس لإله الواحد أمين نبدأ تأملاتنا في سفر أرمية وهنبتدي من أصحى 11 أول فكرة عاوز أقولها لكم هنسميها أحزان الله ساعات الواحد بيتهيأ له أنه أخطيت في التعبير لأقوله يعني ربنا مش بيحس أو مش بيتعامل مع ربنا على أنه شخص بيحس كثير ما نتعامل مع ربنا على أنه فكرة إنما أنت لما بتأثر في السؤال على شخص بتتوقع أنه يجعلان منك أنت لما تعمل تصرف مش لطيف بتبقى الآن لأن الشخص ده صعبان عليه إحنا ساعات ما بنحس ما بنتعملش مع ربنا بالطريقة ربنا بيحس بيحس أكتر مننا ربنا هو اللي حط فينا الأحساس وربنا لأنه كله محبة إحساسه أرهف وأرقى من مشاعرنا فأكتر واحد بيتدايق وبيحزان هو ربنا ولأن عربية شخصية حساسة جدا ولو قريب السفر بتماعه أنت اكتشف وقادي الرجل ده كان قريب لأربه ربنا كانوا بيشكل بعض الهم يعني بقى صديق ربنا من كتر ما هو حاسس بالفساد ومش مستحمل الخطيئة وحاسس بأن ربنا صعبان عليه من الخطيئة فكان قريب ليه فأكتر واحد عبر عن مشاعر ربنا تجاه الشر اللي في الدنيا فقال إيه في صاح 11 جزء من صاح 11 ما لحبيبتي في بيتي قد عملت فضائع كثيرة 11-15 ما لحبيبتي في بيتي قد عملت فضائع كثيرة واللحم المقدس قد عبر عنك إذا صنعت الشر حينئذ تبتهجين زيتون خضراء ذات ثمر جميل الصورة دعا الرب اسمك بصوت ضجة عظيمة أو قد نارا عليها فانكسرت أقصانه ورب الجنود غارسك قد تكلموا عليك شرا من أجل شر بيت اسرائيل وبيت يهوذة الذي صنعوه ضد أنفسهم ليغيضوني بتبخيرهم للبعر هتلاحظوا أن في كتير من النبوات تعامل أرشاليم كلها معاملة الأنثى لأن ربنا بيتعامل معنا كعروس ربنا عشان يقرب فكرة قد إيه بيحبنا حط نفسه عريسه اعتبر كل نفس فينا عروس أو اعتبر شعبه عروس ليه ومن هنا بيسميها حبيبتي فربنا بيقول لكل نفس أنت حبيبتي إنما حبيبته دي الحقيقة متعبة جدا ومزعجة فأنا بيقول ما لحبيبتي في بيتي يعني عارفين لما الرجل يقول إيه جرالها إيه الست دي جرالها إيه يعني ما لحبيبتي في بيتي دي في بيتي وحبيبتي ليه بتعمل فيه كده فربنا بيتحصر على اللي بتعمله النفس في ربنا الشر اللي الواحد بيعمله أول معنى يحزن قلب الله أن الواحد فينا مش حاسس أنه محبوب تصور أنت بتحب شخص بجنون بتحبه جدا وهو بيتهمك أنك مش بتحبه وهو بيقولك أن أصلك مش بتحبني بتبقى متغاز بتبقى متضايق أنت يا ابني مش عارف قد أني بحبك أنت إزاي مش وصل لك قد أني بحبك طب ده ما فيش حد بحبه أكتر منك إنما دي حتة بتوجع ربنا إحنا مش دليانين إن إحنا محبوبين عند ربنا جدا ودي حاجة بتزعى ربنا مش بتزعاله إنك أنت مش بتحبه هو عارف إن إحنا قلبنا قد كده يعني إنما بيزعاله إنك مش حاسس إنه بيحبك مش حاسس إنه مجهول عليك فدي بتزعاله مش حاسس يعني إيه ربنا له المجد كبير قوي ده بيقول على كل نفس حبيبتي في بيتي مال حبيبتي في بيتي نفس المعنى ده قاله حسقيلة تلاحظوا بقى كل المعاني دي قديم وجديد هي نفس الفكر كل الكتاب المقدس بيقدم الفكرة دي قدي إيه أنت كنفس محبوب عند ربنا غالي قوي وده اللي مخلي الواحد يبقى يا إما فرحان قوي لو تفهم المعنى ده يا إما تعيز جدا لأنه مش دليان بالحقيقة دي يقول في حسقيلة 16 حكى حكاية كده عن واحدة كده تعبانة بالهاش لازمة وربنا عملها عروس فقال مررت بك ورأيتك دي واحدة لقيطة كده في الشارع يعني وإذا زمنك ذمن الحب ده حسقيلة بيحكي قصة بنفس معنى أرمية حبيبتي يعني فبسطت ذي لي عليك كان عندهم حركة كده لما واحد يعرض أنه يبقى راجل الست دي يعني يبقى يخطبها يعني يبقوا لابسين كده فراجيات واسعة كده فيحط التوب عليها يعني يقول أنا مسؤول عنها من هنا وراح بروبوزل يعني بتقدم يعني فبسطت ذي لي عليك أنا هغطيك طبعا دي ليه معاني روحية كتير لأن المسيح جي غطانة بنعمته ودمه وسترت عورتك لأنها كانت بنت لقيطة يعني وكانت زي طفلة وكانت مدوسة بدمها يقول كده يعني واحدة كده لقوها في الشارع فمش عارفين أصلها ومنظرها مزعج وحلفت لك ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرته لي بقيت اللي صاح بقى بيحكي قصة خيانة هذه الزوجة يعني بعد كل الحب ده إيه اللي عملته الست دي في الرجل الطيب ده فربنا نفس الفكر عاوز يقول أنا حبتك جدا وإنتوا ما أسهل عليكم تدوني ظهركم ما أسهل عليكم تتجهلوا الحب ده ما لحبيبتي في البيت جرالكو إيه؟ تصور أنت أب تتعب مع ابنك طول العمر وبعدين يجي لك في يوم لابنك يتهمك يقولك أنت عمرك محبتني تبقى مش عارف تقول إيه؟ تقول له ابني ما لك إيه اللي جرالك؟ ده أنت في بيتي زي بالزبط موقف الأب مع الابن الأكبر فاكرين؟ لما طلع للابن الأكبر قال له ما دخلتش ليه الحفلة تفرح معنا ده أخوك رجع؟ قال له أخويا رجع ده أنت أب ظالم وعمرك وطول عمرك بتميز وعمرك محبتني وابنك ده أتكلم عيشتك مع الزواني جديا لم تعطيني لأفرح مع أصحابي كلام زي الرصاص قال له يا ابني أنت معي في بيتي كل حين وكل مالي فهو ألاك إزاي مش وصل لك ده كل إذا كنا منتكلم أن ربنا حزين ربنا حزين أولا لأن الواحد فينا مش فاهم أو مش مدرك مركزه عند ربنا مش عارف قد إيه ربنا مشغول بي وبيحب مش فاهم مش مستوعب إيمانه الضعيف مخليه مش معتبر أن ربنا شخص حي حقيقي بيفكر فيه طول الوقت مش قادر يصدق دي ولو صدقها نظري مش عايش لأنه لو عاشها هي بقى سعد واحد في الدنيا فأرمية اثنين مثلا نفس النغمة يقول إيه اذهب ونادي دي كانت أول وعزة يقولها أرمية اذهب ونادي فعوزنا يا أرشليم قائلا هكذا قال الرب قد ذكرت لك غيرة صباك محبة خطبتك ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة قال لا فكرة يا أرشليم أول ما خطبتك وكنت لسه إيه مصدقة أن أنا بحبك وفرحانة أن في واحد محترم جالك ربنا له المجد فكانت لك غيرة الصبا يعني حماس الشباب الصغير محبة الخطوبة الخطوبة ظهرت طول عمرها فيها حب وبعد كده بيروح فإيه محبة خطبتك ربنا شايف أن جالك وقت كنت بتحبني فعلا جالك وقت كنت أنا شغلك أكتر من كده كنت بتستقبل اللي أنا بعمله معاك ذكرته لك الأيام دي راحت فين الأيام دي ما لحبيبتي في بيتي ده أول شكوى بيشكلنا ربنا ربنا بيشكلنا همه النهارة ما لحبيبتي في بيتي في النشيد مثلا تلاحظوا نفس النغمة لأن بقى سليمان عبر عن العلاقة الرومانسية دي بين ربنا وبين كل نفس قال أنا نائمة وقلبي مستيقظ صوت حبيبي قاع رعا افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل برضو بقيت اللي صعدة بالذات كله عتاب أصل ما لحبيبتي في بيتي لطعا على الباب طول الليل إيه اللي جرى لها كانت زمان بتجري وراه بلعب صحيحين طلعت تجري وراه وتقلب الدنيا دلوقتي الواحد تقلان على ربنا تصور الواحد بيتقل على ربنا يبقى ربنا اللي قاعد على الباب طول الليل مستني واحد يفتح له مستني حكي مستني يقول كلمة مستني يسمع أبانا للازي حتى ما اللي حبيبتي في بيت أول كده حزن من أحزان الله إحنا عايزين ندخل نهارده قلب ربنا مش هنتكلم عن نفسنا قد ما هنتكلم بالأكثر نهارده عن ربنا نفسه كمتقلم كحزين موضوع مش مجرد الصليب ده الصليب ده كان إكسبريشن عن آلام كتيرة قوي وأحزان حسها ربنا آلاف السنين تجاه البشر لعشان كده يقول أحزاننا حملها وأوجعنا تحمل يبقى أول حقيقة كده ما يحزن قلب الله أنك لا تدرك كم يحبك ما يحزن قلب الله أنك لا تدرك كم يحبك حط على الحزن ده بقى شوف ربنا بيحب البشر كله شوف كام مليار بني آدم في الدنيا ما يعرفوش أن فيه ربنا محب للبشر يا حزنك يا رب يعني على الأقل احنا برضو بنقول يا رب وبنختشي شويتين وبنحبه شوية إنما إيه رأيكم فيه أضعاف أضعاف أضعافنا كمسيحيين معرفوش ربنا خالص وبيصخروا منه ومش دريانين إنه بيحبهم طبعا ده شيء محزن جدا ليه ليه هو تاني نوع من الحزن اللي بيحزن ربنا يقول قد عملت فظائع كثيرة ما لحبيبتي في بيتي قد عملت فظائع كثيرة برضو حجم الخطية بيختلف تماما من واحد لواحد يعني في واحد يجذب ويفتخر إنه بيجذب وفي واحد يبالغ مش يجذب وتلاقي ضميره بين أحالي اليوم كل مش كده في واحد يسرق ويروح يفتخر إنه ضحك عن الناس وفي واحد لو دخل في إيده حاجة مش بتاعته غصب كده يعني معصدش تلاقيه مش طايق نفسه واضح إنه الخطيئة نسبية بالنسبة لنا بالنسبة ربنا القدوس أصغر خطيئة مصيبة جريمة لأن ربنا قدوس فما مستحملش الشر إنما إحنا كمان ساعات نتبار في الشر ونعمل فظائع يعني ساعات الواحد يعمل حاجات فعلا تكسف مش حاجة عادية فربنا بيقول ما لها جرالها إيه بقت تعمل فظائع فكركم مرة قيل عن خطيئة واحد من حبايب ربنا إنها حاجة ما تتعملش أبونا إبراهيم أبونا إبراهيم ده نفس غالية جدا عند ربنا وحبيب وقوي فربنا بعت له عتاب على فم شخص تاني إمتى غلط أبونا إبراهيم غلطة كبيرة لما قال على صار أختي يعني نظام إيه ياخدوها ياخدوها بس الواحد إيه يطلع كده من البلد بسلام طبعا يعني عيب قوي وفي نفس الوقت إنت رجل الله ياخدوها إزاي إنت لو قلت يا رب البلد كلها تقف إنت بالذات دقت ربنا فما ينفعش تفكر كده أبدا فتعتبر حاجة فظيعة اللي عمل أبونا إبراهيم فظيعة بالنسبة له لأنه عارف مركزه عند ربنا وجرب ربنا وعارف قوة الصلاة يعني ما تمشيش مع شخصيته أبدا غلطة من النوع ده كذبة على خوف على جبن فربنا سطر وعدت الموضوع على خير لأنه ربنا جيل أبي مالك قال له حسك عينك تقرب من الست دي دي مرد الرجل بتاعي طب رجل بتاعك ما قالش ليه دعا أبي مالك إبراهيم وقال له ماذا فعلت بناء أبي مالك ده مالك خلي بالكم جاب أبونا إبراهيم كان معاه أخذ صر بس حتى جلبت علي وعلى مملكتي خطية عظيمة أصلا أبونا إبراهيم ما كانش دريان إنها إيه إنها فضيعة إنها عظيمة أعمالا لا تعمل اللي عملت بيه ساعات ربنا يبعت لنا عتاب عاوز يقولك أنت مش عارف أنت عملت فيه يوم يجي شخص يقولك أنت تعمل كده ينخسك كده يشوكك ويوجعك وتبقى مش عارف تدفع عن نفسك هي هو ربنا عاوز يقولك أنت عملت فيه أكتر من كده إذا كان أبي مالك البني آدم الغلاط العادي ما استحملش منك تصرف زي كده مش مصدق إنك أنت كبني آدم عادي محترم تعمل كده في الناس وفي مراتك فربنا عاوز يقول له أمه لا نعمل إيه طيب بالنسبة لي أنا أحس بإيه أبونا إبراهيم لما تنساني ولا تصليش ولا تسمع كلامي ولا تاخد رأيي وبقى مراتك دي الهدية اللي أنا ادتهالك من إيدي ما تصنهاش وما يهمكش اللي يحصل لها وتكذب وتخاف ما لحبيبتي في بيتي قد عملت فظائع كثيرة إحنا ساعات ما بنعاد ما بنشوفش حجم الخطيئ اللي بنعمل إنما لو شفناها ندرك يعني إيه ربنا صعبان عليه بس خلي بالكم محدش فهمها إن ربنا زعلان مني لا ربنا زعلان علي أو ربنا مجروح كشخص كله حب بيبقى مجروح في محبته ليه أولادي تعملوا كده ليه يطلع منك كده ليه ليه توصل معاك لكده فحسقيال 16 في آخر القصة إياها بتاعة البنت اللقيطة دي اللي غلبت عرسها ودواخته وخانته قال لها في آخر الكلام إيه قال لها شوفي أنا أنا ما شفتش اللي شفته منك ده لكن أنا عاوز حاجة واحدة كي تتذكري فتخذي ولا تفتحي فاكي بعد بسبب خذيك حين أغفر لك كل ما فعلت يقول السيدة الرب يعني إيه يعني أنا عاوزك تفتكري اللي انت عملتيه عشان تكسفي بس أنا مش طالب منك تصلح اللي انت عملتيه مش هتعرف خطيانا ما نقدرش نصلح ولا نغطيها ولا نكفر عنها ولا نشيلها واللي حصل حصل واللي هست واللي هست كل ده هو هيتصرف فيه هو يغطي هو يشيل هو يصلح هو يجمل هو إعنما هو مستني حاجة واحدة بس هل أدركت أنك عملت فضائع ما لحبيبتي في بيتي فضائع كثيرة عملت بيه هل الواحد أدرك أنه يا رب أنا فضيع يعني عملت حاجات صعبة اللي أنا عملته ده يكسف تصوروا أن ربنا مش مستني غير الحتة دي غير أن الواحد يكسف في أرمية أبلاب كم أصحاح يقول اعرفي فقط إثمك مش عاوزه كده بس عرف أنت غلط فيه لما يجي أب وديع طيب قوي وابنه عمل عاملة كده ويقول له حبيبي لو أنت عرفت أنت عملت إيه أنا خلاص مش هزعل بس أنت عارف إيه الغلط ده أب طيب قوي وأب حكيم اللي يتعامل كده ربنا أطيب من كده كمان مهما عملنا والأخبطنا يقول هاشيل هاشيل لكل بس أنت عارف قلتتك أنت شايفها أنت تقدر تقول في قلبك أنا عملت فظائع حاسس بدي ولا لا تذكري فتاخذي ولا تعودي تفتحي فاكي يعني ما يصحش تعترضي على حاجة بعد كده ما يصحش تقولي أصلا لا أصلا لا تبقى معرفتيش الغلط اللي عارف غلطه يسكت خالص اللي حعرف الفظائع اللي عملها ما بيفتحش بقه قدام ربنا يقوله أنا بلع عزر يا رب تعجبني الحتة في صلاة الغروب ولا في السادة لما نقول إيه ليس لنا دلة ولا حجة ولا معزر يعني لها نعرف نتدلة عليكم نقول أصلا ولا حجة ما فيش حجة ولا عزر معزرة فبنجري على العدرة نقول لها يقولي معنا حاجة موضوع يكسف فهنا إحساس الواحد إنه مالوش عزر ده إحساس على فكرة بيرايحة ربنا يكفي ربنا إنه يشعر إنك أنت أدركت اللي أنت عملته الباقي كله هلين الباقي كله سهل بعد كده يقول في أرمية اتنين برضو لأن شعبي عامل شرين تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبطوا ماء سابوني أنا مصدر الأمان والحب والفرح والسلام والغنى ورحين يجروا يمين وشمال عمالين يحفروا في صخر كده عواروا روحهم إنها تطلع نقطة مياه ما بتطلعش عملوا مصبتين مصيبة أولانية سابوني خالص ومصيبة تانية بيحفروا في حتى غلط بيدوروا على مياه ما بتطلعش مياه وطبع الشرين دول موجودين في حياتنا إحنا ما أكثر ما نترك الله دورش عنده على السلام والرحة والفرح والشفا وما أكثر ما نجري في الدنيا ندور يمكن نلاقي المياه بتاعتها تعب يبقى تاني فكرة ما يحزن قلب الله الخطيئة الخاطئة جدا بول استخدم التعبير ده في روميا قال لكي تظهر بالنموس أن الخطيئة خاطئة جدا إحنا كلنا بنغلط يا جماعة بس كلما تحب ربنا أكثر كلما توصل للفكرة دي قد إيه الخطيئة وحشا قد إيه الخطيئة فضيعة مقياس الشر عند واحد مختلف عن التاني بقدر ما بيحس بربنا وبيحب ربنا فلو بتحب ربنا قوي هتعرف ليه إن الخطيئة خاطئة جدا وحشا قوي وده يخليك ترجع ربنا بسهول فكرة التالتة يقول واللحم المقدس قد عبر عنك إحنا بنقل البراجراف بتاع 111 من 15 إلى 17 كل ده في أي تين ما لحبيبتي في بيدي قد عملت فضائع كثيرة واللحم المقدس قد عبر عنك اللحم المقدس يا جماعة كان إشارة إلى الزبائح اللي تقدم حسب الشريعة يسموها لحم مقدس أصليها نظام لازم تكون مثلا الزبيحة دي مش عرجة ولا عوجة ولا مضروبة ولا ولازم تتقدم مثلا ابن بكر ابن سنة دكر مفهو شعيب يعني حاجات كثيرة طبعا في الوقت ده بطلوا خالص يعملوا زبايح أو يجيبوا الزبايح المضروبة ربنا وأكتر الزبايح بقت رايحة للأوثان في الوقت ده يعني يجيبوا الحاجات الغالية يقدموها للأوثان طبعا دي إيهانة ربنا جديدة أو فمسلا في ملاخي واحد ربنا قال نفس العتاب بطريقة تانية قال إن قربتم الأعمى زبيحة يعني الواحد يلاقي خروف أعمى يقول لك ما نخلص منه مش هيتباع مش هيتباع يقدبونا يقدموا زبيحة وخلاص اسمنا قدمنا زبيحة فهمين الفكرة فيجيب الأعمى زبيحة يعني جاب حاجة ما تنفعش معيوبة أفليس ذلك شرا وأنت مخدتش بقى لك إن ده شر إنك تجيب زبيحة معيوبة كده وإن قربتم الأعرج الأعرج برضو الضبيحة أرجع يعني خروف أو معز والسقيم أفليس ذلك شرا قربه لواليك أفيرضى عليك فهمين تعالي روح قديل مديرك يعني روح وقف قدام مديرك الوقفة اللي بتقفها قدام ربنا في الصالح روح قول لمديرك الكلمتين اللي بتقولهم لربنا روح أعمل شغل شغلك اللي في الدنيا بنفس الطريقة اللي بتأمل بها شغلة ربنا أفيرضى عليك يعني شوفوا ربنا بيقول إيه طب أنا أنا زي زي الرئيس بتاعك الرئيس بتاعك أي مكان تقدر تعمل معان اللي بتعمله معايا تقدر تعامله بالاحتقار وعدم الاهتمام اللي بتعملني بي ده فهنا العتابة التالت أو الحزن التالت في قلب الله حكاية اللحم المقدس قد عبر عنك أن الواحد بيهمل في حق ربنا إحنا لا نهمل في حق الناس عادة المجاملة مجاملة والزيارة زيارة والاحترام الواجب طب وحق ربنا ده احنا ما بنعملش ربنا زي شخص محترم معايشين معا ما بنعملوش بنفس الدركة وده يحزن قلب الله يقول هنا قربه لواليك أفا يرضى عليك أو يرفع وجهك قال رب الجنود العتاب ده برضو نشوفه في ماتة في إنجيل ماتة لما ربنا يسوع بيعاتب الكتب والفرسيون يقول لهم ويلوا لكم أيها الكتب والفرسيون المرؤون لأنكم تعشرون النعناع والشبت والكمون وتركتم أثقل الناموس الرحمة والحق والإيمان كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك اللحمة المقدس قد عبر عنك يعني فاتك أنك تقدم زبيحة كويسة سمت طلباتي المهمة وحقي وبقت مجغول بحاجات تانية خالص أثقل الناموس يعني الحاجة اللي تفرق معاي الرحمة والحق والإيمان الحاجات الكبيرة دي مهملة تماما الواحد بيخضر ضميره بشوية شبت وكمون بشوية ممارسات كده صورية عشان الواحد بس يحس أنه لسه متدين طب ده أنت ظالم الناس ده أنت بجيبتها فسرت الناس دول النهار ده أنت ما بتحب شحد أنت سبت أثقال الناموس ومسك في الحاجات دي في مزمور خمسين لو حسب الترتيب يبقى أرحمني الله هو الواحد وخمسين تعبير جميل يقول اذبح لله حمدا ووفي العلي ندورك ودعيني وقت تضيق ونقذك فتمجد اذبح لله حمدا يعني واحد يقول هو إيه حق ربنا سدقني أول حق ربنا هو كلمة إيه أشكرك يا رب أول حق ربنا أنت النهار ده لما حد بيجيب لك حاجة لغاية ديليفوري لغاية البيت بتقول كتر خيرك شكرين طب ده ربنا نازل ديليفوري طول اليوم شغال وطول العمر وحاجات كبيرة قوي صحة وعمره ونجاح وخير وناس وبركات طب إذبح لله حمدا قد إيه بتشكر وبتشكر بأي مود وبأي ابتسامة وبأي رضا إذا ما يحزن قلب الله أننا أو أنك تهمل في حق ثالث نوع من أحزان الله النهاردة أن الواحد يهمل في حق فكين أول نوع أول نوع كان إيه أنك لا تدرك كم يحبك تاني حاجة تزعر ربنا أن الخطيئة خاطئة جدا ثالث حاجة تحزن ربنا أنه الواحد بيهمل في حق ربنا رابع نقطة في وسط كلام أرمية خلي بالكم ربنا يسوع بيتكلم على فم أرمية بينقل مشاعره على فم النبي وده جمال الأنبياء النبي بينطق ما في قلب الله النبي هو لسان ربنا النادق تكلم أناس الله القديسون ما سوقين بالروح القدس الروح القدس بينطقهم باللي بيحسوا ربنا من ضمن ما قال برضو في نفس الجزء ده قال إيه إذا صنعطي الشر حينئذ انتبتهجين يعني يعني إيه دي ربنا يحزنه أن الواحد فينا ينبسط بأي حاجة غلط وما بينبسطش بأي حاجة صح يعني بعتبر أن قسوة جديدة قوي من الولد اللي قال أبو في مثل الإبن الضال جديا لم تعطيني لأفرح مع أصدقائي هي تترجم عند الأب بمعنى إيه يعني أنت ما بتحفرحش معايا أنت زهقت من أبوك العجوز أنت مالكش سعادة في بيتك أنت كل مصلحتك عندي هي جدي إنما فرحك مع صحابك في الشارع هي بتترجم كده وإحنا سعادة كأباء بشرين نحس بالمعاني دي أنه أن ما بقناش إحنا مسليين لأولادنا وما بقاش فرحتهم بنا طيب إيه رأيك ده إحنا بشر ومن ربنا لما يلاقي البشر بيفرحوا بأي حاجة إلا الأعدى معا وبيفرحوا بالغلط بيفرحوا بالحاجات اللي بتزهالوا طبعا تزايق جدا يعني مش بيعملوا الغلط في فرق بين واحد يعمل الغلط واحد يفرح بالغلط ده درجة أعلى شوي وأصعب على ربنا فهنا بيقول إذا صنعت الشر مفروض يجيب علىها إيه تندمي إذا صنعت الشر تنزعجين إذا صنعت الشر تتوقفين عن الشر إنما إذا صنعت الشر حينئذ تفتهجين ده مستوى صعب عاو إن الواحد يبقى مبسوط بحاجة توجع ربنا وبرضو إحنا بنوصل للمستوى ده أحيانا إن الواحد مثلا ينبسط لما ينتقم طبعا إنت عامل الانتقام ده بيزعر ربنا إزاي تنبسط تنبسط إزاي وقعد ينبسط لما إيه لما مثلا يعني قعد يتكلم على فلان وطلع كل اللجواب طب ده اللجواب ده كله غلط كان لازم ما يطلعش كان لازم ينضف فأيوب خمستاشر يقول إيه بالحري مكروه وفاسد الإنسان أشار بالإثم كالماء في واحد يوصل في شره أنه الخطيئة زي اللي بيشرب كوباية مية يعني مش حاسس بأدنى مشكلة وهو بيغلط صدقوني في خطايا بنعملها كده في فكرة تعدي عليك محستش خالص إنها مشكلة دي مشكلة الفكرة دي خطاية الفكرة دي شهوة الفكرة دي كراهية الفكرة دي بتبعلك عن ربنا بعد يبص بص البصة دي غلط انت شربتها زي المية زي الكلمة دي غلط أنت بلعتها زي المية زي هاي أنت صرت تشرب الاسم كلماء في ناس كتيرة كده من كتر التعود ما بيجيتش أدنى مشكلة هو بيغلط وطبعاً وطبعاً بتوصل إلى أخطاء كبيرة بعد كده يعني بتكلم فيه أخطاء بنعتبرها صغيرة زي الكلام والنظر والفكرة لا وحتى خطايا الفعل ممكن بعد كده الواحد قلبه يبقى زي الحجر ويشرب الاسم كلماء فيه مجيمين بيعملوا حاجات إجرامية وما عندوش أدنى مشكلة هو بيغلط الغلطة ده لأنها ابتدت معاها بدايات زي اللي عندنا كده كلمة تانية يقول ويلون لكم أيها الضحكون الآن لأنكم ستحزنون وتبكون هالربنا ضد الضحك طب ده ربنا كل حب هو ضد الضحك المرتبط بالشر أن الواحد يغلط ويتحك أن الواحد يتلزز بالغلط ويلون لكم أيها الضحكون لأنكم ستحزنون وتبكون يقول في الوأس كيف تقدر أن تقول لأخيك يا أخي دعني أخرج القزة الذي في عينك وأنت لا تنظر الخشبة التي في عينك يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك حينئذ أن تفسر جيدا أن تخرج القزة الذي في عين أخيك إذا صنعت الشرح ينقذ أنت بتهجين هل الواحد فينا بينبسط بحاجات غلط ده سؤال مهم لألا نكون سبب حزن لله إحنا كل دا جماعة نوع من مراجعة نفسنا خلي بالكم يا المحاضرة توجع للقلب صحيح بس أنا مليش دعو هو أرمية كده وأنظامه كده أرمية بيكشفنا قدام نفسنا إن إحنا ممكن نكون متسببين في حزن لله دون أن ندري بأشكال وبدرجات مختلفة لمجرد إنك مش عارف قد إيه بيحبك دي مدايقا دي مزعلات لمجرد إنك بتعمل فظائع وإنت مش مقدر حجمها دي حاجة تحزنه جدا لمجرد إنك تهمل في حق ربنا وتدي أي حد تاني حقه قلب الله إنك تطلب السعادة بعيدا عنه في كلمة صنعت الشر حين إذن تبتهجين بتدور على سعادة في كلمة من شخص في أكل حلوة في مكافأة كبيرة في لوترية في مش عارف عربية جديدة ماشي الأوحش والأوحش لما تكون خطية تسعدك يعني أقول ده كله ماشي يفوت إنما ده الأوحش لو كانت الخطية هي اللي بتبسطك نمرة خمسة بعد كده يقول إيه في النص بتاع أرمية 11 زيتون خضراء ذات ثمر جميل الصورة دعا الرب اسمك وبعد كده يقول إيه اضطريت حرقها خالص فاكرين النص قال بعد ما كانت زيتون خضراء جميل الصورة ذات ثمر دعا اسمها هنا عاوز أكلم عن إيه كل واحد بيحلم في المستقبل لولاده أو لحبيبه بيحلم لهم أنت بتتمنى تشوف حبيبك ده ابنك ابن أخوك حفيدك حاجة كبيرة قوي وتبقى عايش الحلم ده أنت كبير يمكن ما بتحلم لنفسك خلص خلص أنت بتحلم لحد تاني إنما كم يحزنك إن الشخص اللي أنت بتحبه ده يمشي بسكة عكس خالص أحلامك يكسر قلبك ويعمل عكس اللي تمنته له خالص وعكس وحش يعني مش عكس أقولك كنت عاوزه دكتور بقى مهندس كله حل لا لا أنا أصول كنت عاوزه ناجح طلع فاشل كنت عاوزه بتعرى ربان أتقرى ما عرفش ربان مثلا طبعا دي ياما لوحد يشوف أمهات أو جدات أو أبهات أو ويبقى أتمنى فبيبقى قلبه واجه شوف بقى ربنا كأب مثالي حاطت حلم لكل واحد وحلم كبير أوي يعني ربنا أحلامه لأن حيتنا بلا حدود لأن شايفنا كبير أوي احترمنا زيادة عن اللزوم إرادة الله صالحة مرضية كاملة فهنا يقول زيتون خضراء ذات صمر هي عمراء ما كانت كده ورشاليم طلقوا جربانا وخربانا بجد أنا مشانا بقول كده الكتاب قال عليها كده إنما في زهن الله زيتون خضراء ذات ثمر هو تمناها كده وفي عشقية خمسة يقول كرما يقعد يغني وبعدين يقول ماذا يصنع الكرم وأنا لم أصنع له يعني عملت كل حاجة وبوض الحلم برضو مثلا في تسالونيكي واحد يقول الإرادة الله قداساتكم تصور أن ربنا إرادته أن يعمل من كل واحد فينا قديس وإحنا التعبنين كده أه هو إرادته كده وهو بدل إرادته كده خلي بالكم اللي بيبقى عاوز حاجة بيسخر كل حاجة لخدمة الحلم أنت مثلا عاوز ولادك متفوقين بتعمل أي حاجة عشان دي رغبتك فربنا حاطت كل إمكانيات القداسة في إيدينا لأن ده المشروع اللي عند ده الحلم أن كل واحد فينا يبقى قديس إرادة الله قداساتكم هتقول بس أنا وحش قوي يقول لك ابتدي من أنت امتنعوا عن الزنا تصور بتذهب كده الآية اللي بعد إرادة الله قداساتكم تخض يقول بداية امتنعوا عن الزنا تبدأ أنت بيكلم ناس وقع خالص يعني تبو مال مفيش مشكل برضو إرادة الله قداساتكم يعني ياخد من تحت الأرض كده لفوق السم لما الواحد بقى يمشي في سكة تاني خالص ويبقى القداسة وكلمة قديس دي كلمة مش في القموس خالص ومرأة ما كانت تارجت ولا حلم من أحلام ولا كبرنا قوي نعمل لنا قرشين في البنك ونربي العيال يبقى ربنا في إيه وانت في إيه ده يحزن قلب الله إنك انت بعيد خالص عن الحلم بتاعه مش عايش اللي هو نفسه فيه ليك يقول مثلا سلامي سلام لكم كما أرسلني القاب أرسلكم أنا أرسلني دي يعني مش يعني المسيح جه في مأموري جدني يعمل ينظف الدنيا جدني يعملها سما جدني يخلص البشر جدني ياخد الناس ويدخل بيهم السما قال يلا الدور عليكم كما أرسلني أرسلكم زي ما القاب بعثني لكم أنا بعيدكم للناس طب دي انت عندك رسالة ورسالة خطيرة جدا انك تخلي الارض دي سما او تاخد الناس من الارض للسما عملت ايه في الحلم ده عيشت قد ايه الحلم ده فكرت فيه قد ايه مشيت فيه كم خطوة شغلك ولا عمره معد على خيالك كم يحزن قلب الله انك تكون بعيد قوي عن اللي هو بيفكر فيه والحياة كده ان احنا مهمومين ومشغولين في دوامات ايه اجتماعية واشي وظيفية واشي مرضية والموضوع الاساسي اللي احنا جينا الدنيا عشانه مش بنعمله يعني احنا مش عايشين اللي ربنا كان نفسه فيه خاصة يقول ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهب وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم كل ده هعملوا ربنا من خلال لكي يعطيكم القاب كل ما طلبتم باسمي يعطيكم كل ما طلبتم باسمي ده انت لو مشيت في التراك ده تصور انت يعني لو قلتلك لو خدتها جد السنة دي بعد سنة فيه وعد ان كل اللي هتطلبه من ربنا هتاخده كل بدون استثناء يعني لو قلت رب ايش في كل المرضى من النوع ده هيخف لو قلت مش عارف غير البلد دي كلها حطها في الحتة دي ماشي تصور ان الكلام ده ممكن يحصل وهو ربنا اصله فاتح جامد قوي بس امشي في السك احنا بعيد خالص عن الاحلام دي انت ما تمنيتش تبقى قديس عشان تلبطك تقتدر فيه فعله انت ما شغلتكش الفكرة حتى ما تمنيتش انك تبقى نقي عشان بقلبك النقي تعاين الله ما عدتش عليك انت بر الخطة خالص ده يحزن قلب الله ان تموحاتك بعيدة قوي عن تموحاتك احلامك لنفسك والبيتك ما ابعد ما يمكن عن احلام ربنا ليك يبقى ده الحزن الخامس ان ما يحزن قلب الله انك لا تفهم قصده انت مش فاهم ربنا عاوز منك انت مش مشغول باللي ربنا نفسه فيه مش في دماغك خالص عارفين لما واحد يقول له واحد مع عشر سنين يقول له انت الغاية دلوقتي مش فاهمني لغاية دلوقتي انت مش فاهمني او ربنا بيقول لنا الكلام دلوقتي انت حبيب لغاية دلوقتي ما انتش فاهمني انا ماشي معاك في رغباتك وطلباتك وعياتك وزنك وهوستك ومعاك ما انت ابني بس عمرك ما فكرت انا نفسي في ايه حلمي ليك ايه انت ناسي لك قل برتي خالص ده انا بصوت ضجة عظيمة اوقض نارا عليها فانكسرت اخصانها دي نهاية القص الشجرة دي خيبانة طبعا ما نفعتش عمرها ما طلعت ورق ولا خضرة فالف الاخر ايه مصرها ايه هيحرقوه زي اي شجرة دبلانة تقعد في الارض سنتين ثلاثة وبعدين كده معطلة الارض فاكرين المسأل بتاع الغارس اللي جاي يقول دي ثلاث سنين باجي استنى ثمر مش لاقي قطعها بقى لماذا طبطل الارض قال له طب اديها فرصة كمان والسنة جاي نقطعها هنا يا قرشاليم يا قرشاليم يا قاتلة الانبياء احنا كمان نفسنا زي قرشاليم فيه اصوات كتيرة جايالنا بتفوقنا بس احنا بنقتل الاصوات بنطفي الاصوات كمان يقتل الانبياء مش عاوز اسمع كلمة اعتاب مش عاوز حد يفوقني ويقول لي انت ماشي غلط مش عاوز حد ينبهني ان انا دايس على حق ربنا مش عاوز حد يقول لي انت مش حاسس بان ربنا بيحبك مش عاوز الكلام انا عاوز حد يحل المشكلة اللقصدي وخلاص انت بتقتل الانبياء كم مرة اردت كم مرة ربنا بيحاول يعدل المصار ويفوق الواحد ويدخلوا للعمق ويعمل منه حاجة كمر يقول في يحنى 15 ان كان احد لا يثبت في القرمة في يطرح خارجا كالغص فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق مصير العند ايه جماعة وحش بعد الشر عليكم كلكم علينا مصير ان الواحد يفضل عايش لنفسه في نفسه وفي احلامه وحش مصير الواحد اللي مش حاسس قد ايه ربنا مجروح بسببه خطر ربنا مطول باله لعمر كله بس فين هاية في الاخر فما يحزن قلب الله اختيار الانسان لهلاكه ما يحزن قلب الله انه شايف واحد ماشي غلطه مصر على غلطه وعلى عنده لغاية ما هيهلك طبعا بيحزن واحد واخد في وشه ما بيحوتش يا ابني غلط يا ابني السكة دي بلاش وبدل المرة الاف المرات والاف الرسائل وربنا مش قادر تصور ربنا مش قادر مرة وقفت عند الكلمة دي وقلت انا بهارتق وبعدين لقيتها في الانجيل وقال لك لم يقدر وقفت زي تتقال على ربنا كده لقيتها في انجيل مرقص وقال لك لم يقدر ان يصنع ولا آية واحد يعني ليه لم يقدر يعني مين يقدر يقول ان ربنا ما يقدر قال بسبب عدم ايمانهم عارفوا ليه ربنا ما بيقدر بسبب يعني انت تخلي ربنا عاجز انه يخلصك تصور يعني ربنا يبقى عاوز يعمل اي حاجة عشان دخلنا السماء وفي واحد بعنده وعدم ايمانه يخلي ربنا عاجز انه مش عارف يعمل ايه مش عارف تصرف مفيش في ايده حاجة تانية تتعمل طبعا بيبقى حزين ساعتها لانه بيشوف ناس بتهلك بدون ارادته لان الله يريد ان الجميع يخلصون فاي حد عالم ربنا هو تفتقد ربنا بيتفرج على الاشرار اللي رايحين جهنم فرحان لا خالص مش دي رغبته ده هو حزين عليهم انما ما يقدرش يعمل اكتر من اللي بيعمله ما يقدرش يكبرهم فالموضوع هنا ايه ما يحزن قلب الله ان الواحد ممكن يكون بيعند لدرجة الاسرار على الهلاك وهو مش دريان يقول حزن الرب وانه عمل الانسان في الارض وتأسف في قلبه لو انه استغرب جدا من الهيات دي تأسف في قلبه ندمت رب حزين لدرجة الاسف انت لماذا تتأسف لان الانسان مصر يمشي غلط وربنا بيحترم اردته زيادة بيعمله كده ند ند مشان زي ابنه فمش ما بيجبروش على الغلط يبقى ما يحزن قلب الله اختيار الانسان للهلاك يقول شر بيت اسرائيل وبيت يهوذ الذي صنعه ضد انفسهم هنا فكرتها ايه ببساطة بيت اسرائيل وبيت يهوذ يعني ايه مر قريت كده مذكرات لراهبة يعني لقيت وسط كلامها كلمة جميلة او ان جت لها رهبة في ليلة تشكلها كده مشكلة فانفجرت في العياد وقالت لها ربنا يسوع بيلف في العالم كله ما بيلاقيش حتة تريحه كنت دايما شايفة ان الدير هو المكان الوحيد اللي ممكن يجي ربنا يسوع يحط راسه ويرتاح عندنا اللي انت بتحكيه ده معناه انه حتى هنا مش هيرتاح هي فكرت في ايه ان الدنيا كلها ضلمة والشر في كل حتة خلونا احنا المكان الهادي الوحيد اللي ربنا يرتاح عندنا انما ولا حتة كويسة ما فيش حد كويس الحياة دي حتة تخوف لما تحطها في بالك ان واحد مضروب من كل اللي حوالين تصوروا معايا اب ومراته مشو حلوة وولاده وحشين واخواته وحشين وبوهم وحشين ايه ده ما فيش حد عدل ما فيش حد كويس يعني دولة الافلام العربي بتاعت زمان يعني من كل حتة جده وضع ربنا كده يقول لك شر بيت اسرائيل وشر بيت فمش بس خطيتي وخطييتك انت لو تصورت العالم كله شر محدش بيبادل ربنا الحب كما يجب محدش مقدر اللي ربنا بيعمله محدش مدي ربنا حقه يعني ربنا مظلوم من الكل ده يزيد احزانه طبعا لما يقول هو ده تأتي ساعة تتفرقون فيها كل واحد الى خصته وتتركوني وحدي بحس تلاميذوا اللي اتناشر محدش فيهم عمل المطلوب في الوقت ده حداشر واحد خام من الاول وبع وعشرة جاليو واللي فضل مقدرش يتكلم فضل ماشي معه خلاص انما في الحقيقة معناها ايه محدش عمل اللي المفروض يتقامل يعني كان على الآل زي ما قال بطرس انقام كان اموت عنك محدش عمل دي خالص فانا ما يحزن قلب الله ان الجميع زاغه وفسد لما تلفوا في بلاد العالم شوفوا قد ايه زوغان وقد ايه فساد وقد ايه شرج وقد ايه باحية وقد ايه تجديف على اسم ربنا اذا كنت انت يا مسيحي بتتخض وبيصعب عليك هم ربنا بحس باي لما بلاد بيشرق عليها كل يوم بشمسه وهم بيتباروا في شتم ربنا واهانة ربنا والتجديف على اسمه وهو من نحيط يطلع الشمس كل يوم لان هو يفضل اب مظلوم كده وهادم اخر حزن يقوله بقى ايه يقول ليغيزوني بتبخيرهم للبعال عشان نفهم الحيطة دي نرجع كما آية كده في عدد 11 يقول قد رجعوا الى اثام ابائهم الاولين الذين ابوا ان يسمعوا كلامي وقد ذهبوا وراء الى اخر ليعبدوه قد نقض بيت اسرائيل وبيت يهوز عهد الذي قطعت مع ابا فبلا يقول لم يسمعوا ولم يميلوا اذنهم بل سلكوا كل واحد في عناد قلبهم الشرير فقلب تعليم كل كلام هذا العهد الذي امرتهم ان يصنعوا ولم يصنعوا ما يحزم قلب الله كسر العهد اظن فيك منكم مثلا عاملين شركات وبعدين شريكه يخون العهد يغزله يسرقه ما يلتزمش بالاتفاق عهد زي الجواز واحد ما يعملش خالص الالتزامات اللي علينا وطولنا هرحنا في المشاكل دي تقولك ده قلي في الخطوبة هيعمل ويعمل ويعمل خطوبة قبل العهد إنما بعد العهد كسر ما عملش حاجة خالصة كسر العهد ده مر لأن اتفاق فالاتفاق الواحد بيرتاح لما يتفق ربنا اتفق معنا تبقى أولادي وتبقى شعب ويبقى أنا أبوكم ومسؤول عنكم ووصلكم وأعمل فيكم بس اسمعوا كلامي بس بلاش قالها أخر بس ما تعملوش زي الناس اللي حقالكم طلبات مش كتير ومش صعبة كل الكلام ده تكسر عبدوا أوسان وقلدوا الوسانين وتفوقوا على الوسانين في الشر وأهملوا ربنا تماما وفضل يستحمل ويحاول إنها فكرة تكسر العهد دي كفكرة صعبة ما يحزن قلب الله إن بينا وبينه عهد كل مرة نجي نتناول ده دمي اللي للعهد الجديد عهد إنك تعيش لربنا عايش لربنا دي كلمة صعبة أنت ملكه مع العهد كده الاتفاق كده هديك وبريك لك وفرحك واخدك عدي السماء إلى الأبد بس قضي اليومين دولي أنا خليك معي أنا اسمع كلامي أنا ويمش وراي أنا احنا متفقين متفقين بعد ما اتفقنا ما عملناش اللي اتفقنا عليه فكرة كسر العهد محزنة لما تحس إنك كسر عهد مع ربنا بكل خطيئة بكل إهمال بكل تقصير سؤالنا الأخير طب نصالح ربنا إزاي إذا كنا نحزن قلب الله بكل الأشكال دي نحزنه لأننا مش حاسين إنه بيحبنا نحزنه لأنه خطيئتنا فظائع أو نحنا نهمل في حقه أو ندور على سعادة بعيد عنه أو مش فاهمين قصده وغرضه أو مصرين نمشي سكة فيها لأك أو الدنيا كلها ماشي غلط أو بنكسر العهد يبقى السؤال في فرصة نصالح ربنا ولا لا بس أكتر حاجة تصالح ربنا ببساطة إنك ترجع على ربنا أو إنك تقرب من ربنا يعني صلح ربنا أسهل شيء إنك أنت تقفل على نفسك وتكلم ربنا أسهل واحد يتصالح هو ربنا يعني الناس صعبة في المصالحات ممكن يشيل منك ويصعب عليه إنما ربنا طيب وأنس روحت الكنيسة وركعت وصليت أو دخلت وقطك واعتذرت لربنا خلاص الصلح رجع إنما عشان يدوم الصلح غير بقى في حياتك يعني ركز بقى في عكسه كل ده إزاي تهتم بحقه إنه بقى فيه صلاة وفيه إنجيل فيه خوف ربنا تبعد عن الخطايا الفضيعة الحاجات الوحشة دي تقاوم إنك تلتزم بالعهد يبقى دايما ربنا شغلك إنك تفتكر دايما إنه بيحبك ويقول عليك الفكرة دي الوحدة تفرحه إنك أنت راصد إنه بيحبك فالمصالحة دي سهل